تعتبر القوة الجوية السعودية الأكثر تطوراً بين القوات الجوية في منطقة الشرق الأوسط إذ تمتلك مئات الطائرات الحربية تتوزع اختصاصاتها بين الهجوم الأرضي والاعتراض والقاذفات البعيدة تشكل الطائرات الأمريكية من طراز F-15 Strike Eagle العمود الفقري لسلاح الجو السعودي وتعتمد السعودية أيضاً على طائرات بريطانية من طراز تورنيدو في عملية القسف الجوي والإسناد الأرضي للعملية البرية حيث شاركت السعودية بمئة طائرة تورنيدو بكثافة في عمليات حرب الخليج بأكثر من 13 ألف طلع قتالية والسطلعية وأضافت السعودية إلى قدراتها الجوية مؤخراً طائرات يوروفايتر أو تايفون البريطانية والتي تعتبر الأكثر تطوراً في السوق حالياً ويصفها البعض إلى جانب طائرة رافال الفرنسية بطائرات الجيل الرابع هذا وتمتلك السعودية أسطولاً من طائرات فانتوم الأمريكية F-5 التي تعتبر قديمة نسبياً ولكنها مجهزة للعمل بمهماتر الاستطلاع والإسناد للقوات البرية كما أن القوات الملكية السعودية مجهزة أيضاً بأسطول من طائرات التزود الجوي بالوقود من نوع إيربوس وأخرى أمريكية من طراز C وKC-135 تأتي الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً لناحية قدرات قواتها الجوية حيث زودت الدولة قواتها قبل السنوات بطائرات من نوع F-16 المتعددة المهام لسيما الهجوم والاعتراض وتأتي المقاتلات الأمريكية لتساند أسطول الإمارات المكون أساساً من مقاتلات فرنسية من نوع ميراج 2000 الكويت تحتل المرتبة الثالثة خليجياً وفي ترسانتها أكثر من 30 مقاتلة أمريكية من طراز F-18 الهجوم والاعتراضية إضافة إلى مقاتلات تدريب خفيفة من طراز هوك قادرة على القيام بمهام الاستطلاع ودعم ناري قريب للقوات البرية إضافة إلى منظومة متطورة في شبكات دفاع جوي من نوع بيتريت واحد وبيتريت ثلاثة أما البحرين فزودت قواتها الجوية بأكثر من 20 طائرة أمريكية من نوع F-16 أما قطر فتتكون قواتها الجوية من مقاتلات فرنسية من طراز ميراج 2000 إضافة إلى ميراج F-1 أولينا الحاج العربية